شيء 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 على القدر المشكلة الجبن وضحفة غيات الجيش للأسف الشديد وعدم اتخاذها للغرارات المناسبة شباب شعبا وجيشا الشباب شيروني يا جماعة شيروا الليف تاني وقف يا جماعة يا أخينا على الميتين الفيز الليف تاني وقف يا جماعة شيروا يا جماعة شيروا الليف تاني وقف معسكر طيبة الحسناف داروا دقيق اسمعني كويس معسكر طيب الحسناب داي روداقيك هو يا ناس الجيش البلد دي زا صغطت في يد الماليشيات للمرة المليون صغط السودان حمدتي بخطط لي احتلال السودان والقحاطة معاه ضغوا القحاطة ضغوا بيوتا القحاطة احتغلوا القحاطة اول حاجة احتغل يا سر عرمان العن المخطط للانجلاب ده هو يا سر عرمان احتغلوا الناس دي الاول حاجة الناس دي العباليس ودوكاليد شفت شوف يا بليد اذا كتلت حمدتي وعبد الرحيم ده قالوا انتهت اللعبة الحرب دي العن طيارة بس تدق لي بيت عبد الرحيم بيت حمدتي شوف حمدتي وين دق بيته انا قلت لك حمدتي مرك مرك عارف انا مرك وين وطاني جراجع وطاني مرك حمدتي مندسة ضغوا لا يشوفه وين استخباراتك تحترض مكالماته الزول ده بتجسز على كل مكالماتكم انتبهوا الشركة الاسرائيلية جابت له التجسز بتجسز على كل تحركاتكم مكالماتكم التعامل بورقة ورقة تكتبه للزولة التاني جنبك ده التعامل الحرب الخاص في عملة داخل الجيش مع حمدتي انتبه في عملة داخل الجيش مع حمدتي انتبه من تعليماتك تحصر على ناس وعينين انتبهوا يا جماعة ودقوا الجنجويت اول حاجة بيت عبد الرحيم ده قالوا لا تكتبه لنا دقيق الماليشيا ده اتنين اتنين اذا 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 وخيحنا. وحيمت لي ما فيفرق معاه البلد. المهم هو يحكم. تاني ما فيه? صلي على النبي ولموها وبيضوها. شيروا شباب. صلوا على النبي تاني مع فيه. الجنجويد يترقبوا. الجنجويد في مرويه يتحرقوا حريك. الجنجويد في الغرطوم يتحرقوا حريك. ما 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 حركتوا بحرقك. بس المعادلة دي يا جماعة بسيطة جدا. ما لي الجيش السوداني حتى. ما لي الجيش السوداني للشعب السوداني. كان ما حركتوا الجنجويد بحرقوكم. بس الموضوع مدهي. الجنجويد كام اسل يا انت القاعد بتتفرج. القاعد بتتفرج انت وعامل ما جايب خبر. لا لا حمدتي لازم انتهي الليلة. ما هو ما بيقعد عاجل. حمدتي ما بشر. حمدتي زول مجرم قاتل. حمدتي لازم احرق السودان كله. لازم اتحرك بيت حمدتي لازم. يا خطل علي بطيارة هسي. طلع جوية عاجلة. بيت حمدتي تخلي دقيقي. انا امكي لحزروني هسي يا جماعة. امكي لحزروني هسي. دقوا الجنجويد. وايا انا سجيش. ضعفكم هو الوصن للمرحلة دي. ما قدر ان نتكلم في الفات. ما في ذلك يسمع. المليشي دي. اذا احتلت البلد انتهى السودان. انتهى السودان. انتهى السودان. انتهى السودان اسمح الخلام ده. اللهم اني بلغت فاشهد. يا شعب السودان اللي بتتلفت. برهان ده نعم عندي معه مشاكل كثيرة ما وقته. ما وقت الجيش على الشاكل مع الجيش الآن. وقت انه حمدتيزة السيطر على السودان قسما بالله يركبكم بالنهار. انتبوا يا جماعة. دقوا الجيش. انجاويت. اركبوا. يا اخي حرك بس. شوف التحرك زي دريس دبي. تقطع ومتقطع. خلاص. انت مش منتظر كنت ما داير نتعرض البلاد والعباد وحركة الجيشة. حركة الجيشة النملة لك للسكر ده. طيب هو بدأ. اها. تاني ما عندك حاجة. ما عندك طيارات. قلنا لك طاير من مروي ابيت. قلنا لك الزلدة هيحتل المطار في حالة قام بانجلاب ابيت. قلنا لك اتحر ابيت. طيب انت بتتردد لامتال لما يركب السودان كله. ما مشكلة بيركبك براك. المشكلة ما بيركبك براك. شباب شيروا لي يا جماعة. شيروا لي يا جماعة. الله تاني وقف. تاني وقف. ما شايفيني. شايفيني يا جماعة. الشعب السوداني. الشعب السوداني افهموا يا جماعة. ناصر الجيش. ناصر الجيش. اذا انفرص الجيش انفرصت الدولة. واذا السيطرة المجرم الجنجويدي التشادح يميتي على البلد انتهت البلد. على صددا للسلام على ما تبقى فيه سلام ابعموا الجيش اختلفت اوى اتبقتها معوعتا لازم كل aprenderه بالشارع ايو يكي جنجويد ان ينحروا نحن ويا جماعة وهو اركبوا الجنجويد الله اكبر علي الجنجويد الجنجويد مبشر السوو فينا تعيش زمان ينذهبوا فينا تنه شير شباب ايو يلقى جنجويد لابس كاكي يركبه شباب شيري يا جماعة شيرو لي يا جماعة الله يفتاني وقف الله يفتقني وقف معسكر طيبة دادة دار الضقيق هسي الناس اللي فيه المعدات الإمدادات أقطع لي الإمدادات الشغله صحي أنا سجيش أقطع لي أي إمدادات لوجستية للدعم السريع أقطع لي أي أمدادات ما هي حرب ما هي حرب يا جماعة هي حرب يا جماعة في طار يوم مرحبين وصل الله على النبي ما داير ليس سفير يفتح ميتين حبوبته أي سفير بما فيهم أي سفارة يفتح خشم وأركبه ذاته ما داير ليسوا يفتح خشم الآن نحن في حرب أعلنوا الحرب الآن نعم إنها الحرب يا سودانين قدرة الجنجويد للشعب السوداني قلت لكم حبطلة ربنا دين حبطلة ربنا دين المجرب القاتل مصري دا من السودان عشان كده ما في حكمة تاني شباب شيروا ما في حكمة شباب شيروا ما في صلوا على الرسول وحكمة ورجوا ورجوا على شباب الله يفتح ندقى الوطة لا إله إلا الله لنا ما بخلوا نشتغل شيروا يا جمال 11000 شير 11000 شير سريع يا جماعة شريع يا جماعة دوكليت جنجويد شتت شملهم في كل مكان أركبوه الركب أركبوه الركب الغوات دي ذاته ولبسوا ناس مدني العربات الجهت البارح جاب حفر العربات اللي بتضوي بالليل مش المطارة ولا البارح العربات دي مصفحة ضد الرصاص جدا ليه اللاستيك جدا ليه اللاستيك بتاعه العربات دي حتى الراجمات ما بيشوت المية عربية دي رداهم ليه حفتر البارح اللي مفروض أتكلم في اللايب عن الكلام ده لكن قلت تكلمه لا صديش في ضنيهم وللأسف نمتت عبت نمتت لساعة تنين بالليل دقوا الجنجاويد يا جماعة يا جماعة الناس تتحرك الجيش في كل الولايات قدامك حامي بتاع الجنجاويد اركبها قدامك الجنجاويد اركب أي تحرك حقفله كبار اكفل الكباري افتح milyناسك افتح لناسك اكفل الكبار القرناصين يطلعوا للقرناصين يطلعوا عمرات دي هأركبوا الجنجاويد الجماعة الناس دي بغدروا أنا قلت لكم الناس دي غدارين ما أفضل بيسمع عشان كده المعركة يبدت تاني المعركة ما تقيف حتى إنهال وجود الجنجويدي الناس دي لازم يمرقوا من الخرطوم الآن إذا شتدتوا شملهم وركستوا يا ناس الجيش والشعب السوداني معاكم غسما بالله هسي في الرودارفور وكردوفان وبعد ذلك الله يفوقف لقيت نفسي برة لقيت نفسي برة المهم الناس دي لازم تمرق ما في معسكر تاني في فتاشة في طيبة للجنجويدي يا ابو عدسالم ينحرق الآن كل طياراتك الموجودة ده أضربيها طلع دباباتك وأركب الجنجويدي أي تاسر حرق وحريقة التاسر ده بس كده ويقع على الوطن لأنه نحن أمام كارسة أمام احتلال جنجويدي ولسه عن ناس الدعم للدعم مثل الدعم للولادة يا دعام يا عفن الناس دي عندهم جداد إلكتروني وغرف منظمة شغالة على مدار الساعة لا تقبيش الوعي ويقول لك حمدتي كويس ما كويس حمدتي بينيك أمك استغفر الله بركب أمك بركبك إتا أختك ما كويس جنجويدي عفنين جنجويدي كعبين جنجويدي ما بشر يركبوك إتا أمك الجنجويدي أصلوا ما بشر يا ناس أوعك تتغشى ويسقط برهان ويجيبو لك واحد تابع اللي حمدتي ويقول لك حمدتي هو الكويس ونحاذ للشعب السوداني لا 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 شوية بيتمكن وبيركبك هو يازل هوي هو يازل هوي سوداني الشارع بس كلنا لازم نناصر الجيش جيش واحد شعب واحد دعوا الخلافات جانبا الجيش كتل كم كتل كم ديال بكتورين حمدتي في لمحط بصر بس لما يجي داخله غرية كده تقلوا بحرقوها كله عشرة خمسطاشرة في دقيقة عشان كده يا جماعة لازم نقيف أريف أحمل لازم كل الشعب السوداني من شرقه لغربه لشماله يسقط مليشي الجنجويدي لما زمان أبو رهف أبو رهف البجعر أبو رهف البكورك أبو رهف الأحبل أبو رهف لما القحاطة بقوله الجاهل لما مقوله أطرط الجنجويدي أعملوا كنترول على الجنجويدي لأنه عارفين الجنجويدي عارفين ده يوقع من السمعنانة من السمعنانة البجعر يا قحاطة يا أولاد الحرق طيب أخذيك أنك أحمول أتفضل أحميني يا قحاطة يا اللي بتقول لي حميدتي حسن السيئين يا اللي بتقول لي حميدتي كويس يا أحميني أحمي الشعب السوداني من ويلات الحروب أحمي ده ده ما كنا اللي نقوله ذاته يا جما هس ده ما وقته ولا أنا قدته ولا ده رأخذ تمييز إجابي عليكم لا 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 المعركة الآن الشوارع أنا بالله كنت نايم زيه زي الناس سهرت لحد الساعة واحدة ونص وتعبت كده من كترت الكلام بالتلفون جدحت وقفلت الشبكة نمت عشان أقدر أنوم لأنه لينا ثلاثة يوم ما نمنا منتظرين الحاجة دي منتظرين الحاجة دي تحصل أهو حميدتي قام قيمت علي حميدتي قام قيمت علي إنها مارت تلفونات حياء مارحياء لكن أنا بعمر التلفونات حياء ده ما موضوعنا يا جماعة ضرب مغر الدعم السريع ضرب بيت حميدتي ضرب بيت حميدة طيران ومحاصرته وضرب بيت عبد الرحيم دقلو ومحاصرته أتعاملوا بحسم زمن التردد ولا وزمن الخوف على حياتك ولا لأنه هسي حميدتي بكون ماشي عليك عشان أرقصك يا برهان كده ها تعريك ترقص كده هسي بقولت حفظنا على رأس النظام وبلبعك في رأسك زمن الخوف يا كباشي حدث ما حدث ولا ولا ده زمن المواجهة والرجال تركبوا الجنجابيد ركوب ما بنقى الرحمة قطي إمداداتهم دق المعسكرات في الشارع أشتغل معهم كر وفر استدعج هذا الأمن الآن حياة المخابرات كل من قادر على حمل السلاح التوجه إلى الغيادة العامة كل من يقدر على حمل السلاح حددوا محلات الشعب تسلح فيها كل من فصل تعصفيا وأي دول معاشي وأي دول قادر يضروا وأي دول خدمة وطنية أفتح مخازن السلاح المعركة دي ما معركة تكون براكم يا جيش معركة الشعب السوداني معاكم أي دول قادر على حمل السلاح يفتحون المعسكرات بتحت مخازن السلاح يا جماعة المعركة معركة بخاء نكون أو لا نكون في حالة السيطرة مليشة الجنجاود على البلد يا عمنا غسما بالله تاني إلا تفوتوها الباقين ديها ديل تاني إلا تطرحلوا يا جماعة أي دول الشيش ينطوا يبقى مهرك لأنك مهما نحنيت ومهما نحنيت ومهما نحنيت وكان سخفين حناك لحد الأرض الجنجاود يبوسوا عليك بالبوت كده تعرف البوت كده كده بعد ما يركبوا أمك ويختزواها قدامك يدوسوا عليك بالبوت الجنجاود اللي بيكونوا لابسين كاكي يجيبوا ذول من دارفور مسكين يطبحوا ضبح ولابسين كاكي وتدقى قبلية على الكاكي وشرف الدولة اللابسينه زمانا لما قلت لكم أحذروا الحمج أحذروا الحمج لما كنت بقول لكم لا تقتلوا أسود بلادكم عشان خاطر الجنجاود والكراسي الملوثة بالدم في النهاية الجنجاود أمسك يا برهان أمسك الزودة المشكلة مويتة كان في كتا علي الطلاق هالسان بخلف كراع على الكراع وبخلف كراع على الكراع أو بغني بتفرج في الجزيرة كذي لكن المشكلة في الوطن إذا سقط الجيش سقط السودان إذا سقط الجيش سقط السودان وهؤلاء يلحمج الزئابة البشرية يمرقوا من كل الولايات الآن الولايات الشمالية تتحرك بإمدادات عسكرية تجاه الخرطوم دقوا الجنجاود وشند الخرطوم جوا السواريخ الراجمات كل المخزن في شندي بعد ما تدقوا الجنجاود هناك عشان ما يلهوكم في معركة طويلة للأمد في ضواحي شندي دمر الطيارات إنت ذاتك الباقي كم طلعة طيارات الباقي أربعة طيارات إنت ذاتك قددة وأمش خليها الباقي طيارات وإنت مشتبك عشان الاثنين ثلاثة قدد يا أخي حول ليه المعركة كلها الخرطوم حول ليه سواريخ راجمات يا زول هوي المعركة دي لازم تتحسم الآن والله يا ريح للعصاحين كان حسمناها والله تتحسم الآن ما في حوان دبابات ثواريخ رأركب ما شوف يموتوا كم في جارة محل بيت حميتين تخايف يموتوا كم يموتوا عشرين ولا يموتوا مية ولا يموت مص الشعب السوداني انتبع ليه الدجنجاود النادي الشتت شملهم الآن خليلنا حاربهم في كردوفار بدار فوركا مرتزعة كحركات معارضة لكن الآن يطلع من الخرطوم الآن المواطنين ارقضوا الله في الوطح اي سودان يرقض في الوطح لان يا جماعة الخسائر اذا الماليشة السيطرة على البرد هتكون بالالاف عشرات مئات الالاف مئات الالاف تاني الحكم بالكرباج ارقضوا الله في الوطح دق جنجاود انا هاستيدار اسمح في الجزيرة بعد ما اطلع من الضيف زفت الطين ده دائر بيت حميتين كل ركام فوق دائر بيت عبدالرحيم ده قالوا يكون ركام اذا اسمعني كويس اذا دمرت بيت حميتين برهان بيت حميتين اذا صفيت حميتين واخوه انتحت الماليشة بتشتت هسة زخيرتهم بعد يومين بتنتين ما انت باب تسمع الجحاطة دال هما الرسموا لحميتين الانجلاب حاضنته السياسية وهما المحودوا لحميتين حتى في الغرب نشيل البرهان اقوه نجيب غيره مع انه كده حميت حدر للسودان انتبه الجحاطة هم في ركاة في الانجلاب ها احجار لي البرير احتاج ليها المالي ها احتاجر ليها الحهاد اي وطن ها اوשה احتاجل ليها القوه اروكبيهم كلهم ساهم في الانجلاب ده اركبوا الي الناس دي يا جماعة важно خونا القحاطة خونا وحقما ربع السمايب الأعمد وحقما ربع السمايب الأعمد الحاضنة السياسية للانقلاب ده هم القحاطة لكن هنا السودان مغبر تجنجويد مهما تعامر المتعامرين نسيت الصادق المهدي لما جاب المرتزغة من ليبيا والصناعة بتاعتها المرتزغة دي كلها أسرة المهدي كلهم عملة وكلهم خونا وبيطعم السودان في ظهرهم دياسر عرمان جاي تدمر بها ما تبقى من السودان لا تدمر إدته ياسر عرمان ده ياخد طلقة طائشة كده ركب أركبه بس رايحنا خلاص أنا ما عارف أنا ما عارف الناس دي عداء للوطن وطالما بخاطره بحياة الشعب السوداني بأمره يتركبه تاني ماذا يرليزول للعفن دي لكون لافه في الخرطوم الناس تركب يا جماعة تركب أركبه من طرف أركب من طرف ما خلاص مليشيا بتكتل فينا في ولداتنا مليشيا جاي من تشاهد والنيجر تحتل البلد تحتل البلد بيتنسيخ قحاط عفن وزخ وزخ يا أخي جاي جايب ليه حمي تحكي مني يا أخي جايب ليه الجنجويدي يا أخي تاتافي يا قسر جايب ليه الجنجويدي والتحاضرات والسياسي يا عفن والتعليغات جاهزة كل الدعم للدعمة تدعموا للولادة يا جنجويدي يا همش أركبوا الجنجويدي يا جماعة أنا الليلة أنا الليلة شبته أشتغل لك على مدى الساعة وحتى إذا تمكن حميتي من قتل برهان وكباشي ما انتهت المعركة ما في استسلام لآخر عسكري جيش لآخر مواطن سوداني ما في حاجة يسمى استسلام ما في حاجة يسمى استسلام إذا استسلمتم كسر السودان يا شرفاء الجيش نعم برهان أزلاكم وهانكم ومكن الماليشي دي وسبحلاه بالتمدد حتى آخر لحظة لكن ده ما وقت الحساب ده ما وقت الكلام ما في استسلام بيت حميتي ده بطيارة يطير فوق ويجعل وطن ومتهي شفت بيت عبد الرحيم ده قوله بنفس الشي كل غادة الدعم السريع على النافذين الناس اللي بيديروا العمل والدبوك احتروا ليلان الطاهرة للزاقي كل الناس اللي حاولي حميتي عبد الله مشار كلهم احتغلوا ليلان أركب الجنجويدي من طرف قطع ليه الامدادات قطع ليه الامدادات احترضوا أي حاجة يسيما دعم سريع حتى لو جاهن انتداد من كردوفان أو دارفور اركبو اركب أي حاجة الزوال ده ما هونا قال للناس ويتا بدعين ومتردد مشي احترل لغاعدة مدرب العسكرية جاعد جنبها ويتا بدعين كلمناك اركبوا مده تركبوا احا رجبك رجبك ويعريت لو رجبك انت بس ركب السودان من بعده اخواننا المدنيين الشعب السوداني اتا خايف اخوي امرق الخلق اتا خايف اضرب ليه سوب المزارح ابعد ليه من المعركة شعب ما تقول ليه وانا احنا زنبنا اشنو وجنب الله الفتنة ما في تاني ما في فتنة في جنجويد زي التعاشي السيطروا على السودان حيركبونا كلها اتركبوا بس الناس يا جماعة اتركبوا بس الجنجويد اركبوهم ويرس الجيش ناجح هذا العمن اي قوة نظامية لإحتياط المركزي الشرطة قاعد ليه بس تدق المتظاهرين البس كاكيك ده ومش الشارع ومش الشارع اي خيانة داخل الجيش ده داخل الجيش لصالح الجنجويد لصالح الجنجويد ده رميا بالرصاص اي زول يتعنى في تعليمات قوش شو طوالي اي عسكر شفته حتى راقبوا اتصالات قادة اركان وقادة الجيش ده على 24 ساعة اي زول يعمل تلفون كادي ولا كادي طوالي طلق في راس رايحنا امانة وخيانة ما دارينها اكربوا قاشكم والبلد دي امانة في رقابكم اتضيحتوها يا لاص برهان ويا كباشي امانة في شوات شرفاء الجيش مش امانة في جيب برهان لانه ما امين عليها اركبوا الجنجويد اركبوا بيت حميتي اركبوا كل الجنجويد اركبوهن والله شوفت له فيديو لعسكري جيش بيسحف في الوطة والجنجويد بيقولوا اسير ما تضربوه اسي شفته قبل شوية عفن باطل ما شفت العسكري الاوكراني بيولح سجارته الروس قالولو رايق شنو في الحرب قال المجد الاوكراني را الشكر مات واقل اموت راجل يعني تموت تسحف في زي المرح اه اسي كان الجنجويد ده هموني ده قلباب ده انا اموت اصحف زي المرح اموت راجل يا اذوال ما اموت ما اموت مهما كان عد اموت راجل المجد للسودان المجد للسودان موت راجل واجب تموت جبان تأسعليك الله بعد زحفك زي اختك ده ها ينت يا يا عسكري الجيش اللي بتسحف بعد زحفك زي اختك ده تعني في فائدة لحياتك حياتك زحفك اه موت راجل يا صنك اكوين زخيرتك انتهت بي الصنك بي الصنك جدا الجنجويد قد بي الصنك ده انا اموت راجل موت راجل دفاعا على السودان ولا تموت جبان تسحف تحتج جنجويد ما تزلوا رقبتكم وما تزلوا جيشا ورب الكعبة كان عزيز ولكن الاشكيزان ازلوا وكسروا جناعه سمعة الجيش يا ازول القدامك ماتوا في الجنوب كانوا بقولوك راهنا دي بقونا ما شاف راجل كانوا بقولو مكحلين بالشطة جاييتها تسحف ليه تحتج جنجويد ها الصوار ما سووها يااخ الصوار ما سووها يااخ ما زحفوا تحتج جنجويد يااخ بطربوا فيهم بيت دوش كالواحد رأي 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 بقى مدنيين يااخ سلوحوا لجانا المغامري افتحوا لها المخاذن سلوحوها سلوحوها لاتن يبلوا الجنجويد دي عندنا معاهم تار من فضل الاحتسام امتها برهان حسابنا بعدين ما وقته حسابنا بعدين مش لانه برهان حي يقولك من جغرافيا معاين لا 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 الجيش ده من كل السودان الجيش هو صمام الأمان إذا فرطت الجيش انفرطت الدولة وإذا سقطت دي سقطت الدولة وإذا سيطرت مليشي الجنجويد على السودان حتركبنا ركوب متنمى شباب أي يزول شوف الله شهد الليلة أو بكرة يشير أنا والله ما قادر حتى متوتر جدا وقمت من النوم مخلوع نوم تساعة اتنين صباحا ولا واحدة ونص ما عارف قفلت تلفوني ده ومليت الميدل واجعلني من كثرة الكلام الناس بيقولوا النازل حيتحركوا النازل حينقلبوا النازل ما حينقلبوا لقنا ثلاثة يوم على الحالة دي لقنا ثلاثة يوم وحمدته برجد 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 شفتوا بسوي كده حمدت ده أنا قلت لكم الزول ده دبيب غدار قلت لكم الزول ده زيب تعارفوا الزيب ضبع ضبع تعارفوا الضبع انت في قوتك بس يرجدلك كده يو يغدر فيك ما عنده لا رب لا دين وإي قحاطي ما ليده بيحمي تده ما ليده بيحمي تده غصما بالله العظيم انت عجبا ما خلق الله يا أخي ده ده نظامه بس يستخدمك زي دموها زي دموها زي دموها زي دموها يمشي قدام يدوس عليك عشان كده يا جماعة الناس لنا ثلاثة يوم مساهرين ان عشر رط عيون بيعملوها ما بيعملوها هس بينقلبوا هس بيشتبكوا هس من قلبه تحركوا ما تحركوا لحقل تعيبت خلاص ما قادر عيون يدل بيعملوها البارح قمت تلفون يدل جدحته هنا قمت من الصلاحة هو على صوات الناس المهم رأيانك الآتي حتى إذا حذروني بلو الجنجويد ما في استسلام حتى ولو صغطت الخرطوم ما في استسلام ما في استسلام طلغوا راجمة أركب يا زول ما دعين لا يزول أركب بس مدريين خايف علي ما خايف عليهم أخو يرجو تسوى طاط الله راجلا بتحارب تدوك سلاح تمشي الشارع ما عندنا لك حاجة ما البلد دي فهو كل حاجة مدتي دا ما حيرحمك ما حيركب ميتينك المعركة ما تنتهي حتى وين جابوا لك رأس برخان دا معلق كده الجيش ما يستسلام جابوا لك رأس كباشي دا معلق كده الناس ما تستسلام حتى جابوا لك معلق كده دا لا يعني نهاية الحرب هو ذاته دا الدلت دمر الجيش الناس ضباط الجيش تراتبيا ما دا يمسك البعض ما دا يمسك البعض ما في حاجة يسم استسلام السودان دا أمانة في رقبتكن ودي حعوبتكن وين الملاجيك تطلب سقره انتو ما غنيتون نشر دعيب وشينا ما غنيتون نشر دعيب وشينا الليلة يوم الرجال السودان دا أمانة في رقبتكن تحموا من المليشيات غادتكم العليحرم هما السمحوا بيدا كله وهم للعافوكم هما الكسروكم لكن للأسف الشديد الجيش والله يبيرجالهم وجعلت تأكل النار تحرك لي من شندي من مروي من القضارف من أي مكان طيارات راجمة صواريخ أي مضحرب أنا زمان قلت لك جيب الدبابات قبل ثلاثة يوم قلت لكم جيبوا الدبابات جيبوا الجيش من بر الخرطوم دا كبوا في الخرطوم بس ما في ذلبي يسمع وفي النهاية بيطلع عبر رحاف صاحب انتو غلط أبقوا طيبين وربنا نحفظكم ونحفظ الشعب السوداني ومنتصرين إن شاء الله تسقط مليشيات جنجة كوز ما في استسلام ما في صدر على النبي ما في هدنة فناء تاني حمدتي شفت إلا ميت ما بنقبل وإلا راس حمدتي مرفوع كذي شكرا